موسيقى السلام عليكم في هذا الفيديو رح نشرح موضوع البلسترينج دس أوردرز موضوع جدا سهل ميندي رح نحكي عن ثري كونديشنز أو ثري ديزيزز اللي هم بنفيجويد بنوعيها وبلس بنفيجويد ودرمتاوتس هربتيفورمس قبل ما نترق لشرح كويك ريفيو لموضوع الليرز أوف سكن الدرمس والدرمس ما بتكون مستقيمة بتكون على شكل بعدين فوقيها مباشرة بيكون في عندي ستريتم بيزال وبتكون مرتبطة مع البيسمانت ممبرين والدرمس من خلال الهيميديزميزومس وفايبرز تانين بعدين بعد ستريتم بيزالي ستريتم سبيناوزم وبتكون الكيراتيناصايتس مرتبطة مع بعض بيشي اسمه ديزموزومز وبرضو هاي لازم نركز عليها بعدين في عندي ستريتم جرانيولوزم اللي فيها الجرانيولز تاعت الكيراتين بعدين بتجي عندي ستريتم كورنيوم اللي هي داد كيراتين لير تمام هلا البلسترينج ديس او ديس او ديس ببساطة هي تكون بلستر تكون تجمع من الفلود داخل طبقة من طبقات السكن هلا حسب الطبقة اللي بتكون فيها الفلود بيصير في عندي مختلفة فبهاي الصورة اللي هي زيت الصورة توضيحية بنشوف ثلاث انواع من البلسترينج او من اللي ممكن يصير اول صورة اللي هي سب كورنيا اللي يعني تحت ستراتم كورنيوم وبشوف هاي الحالة بمرض اسمه يعني بنشوف انه في عندي بيزال طبيعية وغرانيولوزم طبيعية وكورنيوم طبيعية بعدين بصير في عندي البلستر بدين بشوف ايش الكيراتين لير يعني النوعه الثاني اللي هو سبرا بيزل يعني فوق البيزال لير بيكون في عندي ديرماس طبيعية بعدين البيزل سلز طبيعيين بعدين في عندي lakhomulation of fluid البلستر بعدين بيتكمل الهبو ديرماس طبيعية يعني بعد هاذي البلستر بشوف عندي سبينوزم، قرانيولوزم وكورنيام ولمني ودات كراتين لير وين بشوف السبرا بيزل بالنوعه الثاني من البنفيقاس اللي هو البنفيقاس بولقاريس بنلاحظ يعني الفرق ما بين السب كورنيو والسبرا بيزل إنه طبقة الإبيدرميس اللي فوق البلستر هون جاي يعني ثك وهذا طبعا رح يعطي إيديكيشن معينة بس نحكي عنهم آخر نوع اللي هو ممكن يصير هو سب إبيدرميال يعني تحت الإبيدرميس ليرز كلهم يعني بيكون في عندي أنا الدروس طبيعية بعدين بيصير في عندي بلستر بعدين بيكمل الليرز بيزالي وسبينوزم وقرانيلوزم وكورنيوم والكيراتين وين بيشوف هاي الحالة بيشوفها بيتو كونديشنز اللي هما بولس بنفيقويد وديرماتارتس هيرباتي فورمس فبشكل عام رح نحكي عن زي ما حكينا البنفيقس وبلس بنفيقويد وديرماتارتس هيرباتي فورمس وطبعا والمين ريزن أنه بيخلينا بنميز بيناتهم اللي هي إلى جانب الباثوجينيس اللي هي وين الأكميليشن أو وين البلستر بيصير لها فورميشن تمام هلا البلسترينج والبلس ديس أوردس هلا ممكن البللي تكون جزء من سيستامي كونديشن أو يعني انفكشن واواواوا زي الحربيز فارس انفكشن زي ما أخذنا بالجي آي انها بتعمل زي فلويد في الفيزيكلز وفي عندي انادر كيس اللي هي سبونجياتيك ديرماتارتس اللي هو ما لها علاقة بالسكن يعني بشكل عام وبينما البللي بتكون زي سكندري سيمتم أو سكندري ساين هلا في عندي اللي رح نحكي عنهم هما برايمري للسكن وهم اللي داريكتل ريليتد لموضوعنا لليوم هلا البنفيقس اللي ها نوعين رح نحكي عنهم اللي هما بلغاريس وفليشيس بمفكس كالدس أوردر هي أوتو اميون بصير في عندي لوس للانتجريتي أو بنورمي الانترسلير التاشمم يعني صار في عندي مشاكل في الترابط ما بين الإبيدرمي السلز طبعا ممكن يصير بالسكن وممكن يصير فيها بالميوكس ممبرين تمام هلا بالنسبة لها هما الميدل ايج والاولدر طبعا هاي يعني مهمة انهم اللي people that might get this disorder هما الميدل ايج والاولدر بيشن في عندي ثري ميجر باريانس اللي هما بمفيقس بولغاريس بمفيقس فليشيس وبرانيوبلاستيك بمفيقس وآخر نوع هو ريليتد للماليجنسي ومش رح نتطرق له بهذا الفيديو تمام الباثوجينيسيز للبمفيقس مينلي هو عبارة عن طايب تو هايبر سنسيذفتي راكشن يعني في عندي antibodies against a certain antigen وبهاي الحالة وجدوا بالسيرة بالسيرة متاع البيشن في عندي IgG antibodies against the desmosome proteins حكينا انه stratum spinosum مرتبطة مع بعض من خلال intracellular attachments اللي هما ال desmosomes الantibodies they target أو they attack certain protein اللي موجود بالdesmosome اسمه دزموجلن هما type 1 أو type 3 تمام بعد ما اكتشفوا انه في عندي IgG antibodies عملوا immune florescent test فلاقوا انه الantibodies لما تجي تتوزع بالإبيدرمس بتكون عاملة زي net like pattern اللي هو زي آآ شبكة الصيد تع السمك فما بتكون linear وما بتكون آآ granulation فهذا طبعا راح يساعدنا بالتمييز بين diseases طبعا من الهيستوريجي بنشوف انه في عندي اكانثولايسيس و اكانثولايسيس اخذناها باللغلوساري معناها في عندي loss لل intracellular attachment بين الكيراتينوسايتس وهذا طبعا تريدكت لما بنحكي انه دزموزوم زراحات بطل في اشي يربط اللير الكيراتينوسايتس مع بعض بهاي الصورة بنشوف اللي هي immunofluorescence test بنشوف انه كيف طبعا الantibodies هم الاخضر اللي افتح كتير يعني بنشوف كيف الاخضر عامل زي net مش موزع ايكولي يعني بين السلز وعمل النت لايك باتن بينام بالبنفيقاس فليشيس نفس الشي ولكن بيكون مور سوبرفيشيال يعني مش از اكستنسيف از ان بنفيقاس فولغارس بنفيقاس فولغارس الاكانثولايسيس او لصف انتغريتي بتصير ما بين البيزل البيزل اللير او ستراتم بيزال واللير اللي فوقيها اللي هي ستراتم سبينوزم فبتتكون البلستر وين ما بينهم فبتكون سوبرا بيزل بلستر بالبنفيقاس فوليشيس الاكانثولايس او اللصف انتغريتي والاتاشمنت بيصير ما بين ستراتم جرانيولوزم وستراتم كورنيم فبتكون البلستر تحت الكورنيم لير سب كورنيم البلستر طبعا بما نحكي عن في عندي انتيبوديز في عندي فلويدا كوميليشن طبيعي في عندي لمفوسايتس نيوتروفل ايونفلز وهيستوسايتس بنسبة للكلينيك اللي البنفيقاس فولغارس هي المست كامون تايب طبعا اتكان انبول في السكن زي ما حكينا بتعريفها او الميوكس منبرين طبعا كيف بتكون المانفستيشن عبارة عن سوبرفيشي الفيزيكلز اذا كان حجمها صغير او بولي اكبر اذا تربتشير ايزلي طبعا بنسبة لايزلي رح نحكي عنها بعدين لما نقارنها بأذر كونديشن بنفيقاس فوليشيس نفس الكنديشن تقريبا ولكن ها ريرر وبتكون البلية بس كونفاينتو السكن يعني اذا حكينا بنفيقاس فولغارس ممكن ميوكس منبرين وسكن بين اما بنفيقاس فوليشيس مين لسكن ونادرا جدا 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 انها ميوكس منبرين طبعا البلسترز بتكون لسه اكتر سوبرفيشيال ومش از سفير از ان بمفيقاس فولغارس هاي الصورة بتبين ان رجل صار فيها ربتشر للبولي وصار فيها طبعا بري اكستنسف وبنشوف ان بتحت البلستر في عندي هاي بريميا ولوس للانتيجريتي بتاع السكن هلا بنسبة الهيستالجي الهيستالجي وهي اهم هون بنشوف عندي الديرمس طبعا ديرمس زي ما حكي رانا بتكون مستقيمة فبشوف زي بابل لاي فوق البابل لاي تاعت الديرمس في عندي البيزل لير انو بري فينت بس مبينة بعدين صار عندي بعدين صار عندي الاكوميليشن اوف فلود وتكون البلستر بعدين تكملت باقي الطبقات طبيعية طبعا على هذا الصيد بيحكونا انو كيف بعد ما صاري راح تكمل السكن دورتها طبعا يعني بمكان كنتبروه زي كان هم يعني ماتوا فبتكمل تكون السل وممكن يرجع يصير فيه اتاتشمنت ده كانت طبعا انو من سلف لميتد كوندشن هون انادر بكتر هلا بنفيقاس فوليشيس هديكا كانت بنفيقاس فولغارس مقارنة كغروس مقارنة هاي الصورة بهديك الصورة شوفناك كيف انو بمفيقاس فولغارس مور اكستنسب ولارجر ويعني بري دسترابتين بينما بمفيقاس فوليشيس هي اشي بري سوفرفيشيال و بري مويلد بالنسبة للهستولوجي بنشوف هنا الديرمس بعدين في عندي تقريبا نورمال ليرز لا البيزل لير والسبينوزم طبعا صورة جدا صغيرة ولكن اعلمتكم كيف تميزوا بين بناتهم بعدين صارت عندي السب كوني البلستر بعدين كملت الكونيوم والكيراتين لير اذا في كونه عندي بيزل لير سبينوزم سبينوزم جرانيولوزم بعدين عندي البلستر بعدين كورنيوم والكيراتين هيك بنكون خلصنا موضوع البمفيقاس بنوعي هلقد انتقل للبولس بمفيقويد حكينا بالبمفيقاس في طبعا اما كان for the skin بالنسبة للباتوجينيس في عندي регة انتي بادي زي كانت تربط ما بين البيزال لاير والديرمس اللي هما حكينا عنهم بأول الشرح اللي هما الهيميديزميزومز مش الهيميديزميزومز كاملز دي تارغت بروتين واي موجود فيها طبعاً لما نحكي صار في عندي اي جي جي انتيبوديز اتاكينج الاتاشمنت تاع البيزال لاير مع الديرمس فرا نتوقع نصار في عندي يدسروبشن للديرمو إبي ديرميال جشنكشن طبعاً لما الحسロح sach pigeons انتيبوديز اكينس لسرتان اتجون اكيد رح حشوف أينفلز ولأنيوترفلز وكمليمينا توشنج هلا بنسبه على الصورة ب Pause إنسان抱عنا ال desperately بإمينا حكينا اللي ؟ فبالتالي رح يكونوا ما بين فبالتالي رح يكونوا الصورة التانية بما أننا عم نحكي صار في عندي فكل البلاستر رح تكون يعني تحت أخر صورة بتبين وهي تقريبا نفس ولكن رح إلها خصائص معينة رح نطرق لها بعدين هاي الصورة برضو بتبين للبلاي فورميشن تع في القارس تمام زي ما حكينا هي هي صب إبدرمية البلاي نون أكانثيوليتك بلاستر ليه؟ لأنه الأكانثيوليسز مين اللي عم نحكي أتاجمنت لكراتينوسايتس ما بين بعض هالبعض بس بهاي الكنديشن نحن عم نحكي عن ديرمس بإبدرمس كاملة فما فيش أكانثيوليسز يعني حرفيا وزي هزي الأدر كندشن في عندي ايونفلز نيوتروفلز وأكد رح يصير في عندي فلويد أكميوليشن فعندي سوبرفيشيال ديرمال إدماء يعني في عندي إدماء فوق الديرمال لير وكل هاي الأكميوليشن سواء كان أنتيبوديز أو سيلز أو فلويد رح يعمل لي بيزا سيل لير فاكيوليزيشن يعني في عندي فاكيول تكونت بالبيزل يعني تحت البيزل سيل لير زي كنا نحكي بصير في عندي سيبريشن وبعدين بصير في عندي فلويد فلت وتتحول لبلستر يعني تكون في عندي فاكيول وبعدين تتحول لبلستر وحكينا عنها سب إبيدرمال يعني كل الإبيدرمال لايرز فوقيها فبالتالي هذا رح يخلي البلستر تاعة الموجودة بالكوندشن بلس بمفيقويد تكون مقارنة بالبمفيق وهي كان قصدي بالإيزلي يعني لو كان في عندي البلستر بالتو كوندشن سهل علي أني أخرب أو تربشر البلستر اللي موجودة بالبمفيقس مقارنة بالبولس بمفيقويد ليه؟ لأنه حكي أنا في عندها الفلتكنس إبيدرمس موجودة تحت فوق البلستر فلويد فلد وتكلير فلويد بلس بمفيقويد بلس بمفيقويد بلس بمفيقويد تمام؟ ما ححكي أكتر هلا الأورال بلس بمفيقويد بتأفكت تلت البلس بمفيقويد وهي معلومة مهمة في عندي يعني بيسموها جستيشن البمفيقويد نفس الكيس وين بتصير بس عند البرغنانت ومن بتصير بالسكند أو ثرد ريمستر بعد ما تولد بيروح البلاء وهو نحكي المعلومة أنه كان نسموها هيربيز جستيشنس ولكن هي ميس نومنكولتش لأنه ما في فيرال فيرال كوزنج يعني آخر كيس الهيربيز هيربيتي فورمس طبعا الاسم مش كتير غليب علينا ويرجع لأيام الصودة تاعة الجي آي درماتايتس هيربيتي فورمس من الاسم درماتايتس فعندي انفلاميشن بالدرمس بالسكن والهيربيتي فورمس يعني هيربيس فورم يعني زي كانها بتشبه الهيربيز تمام بانسبة لهذا الكوندشن فهو يوتريكاريا اللي هو زي في عندي اتشينج اتشينج كوندشن جروبت هي عبارة عن ممكن تتجمع وتعملي بلسترز طبعا ما حكينا بالأثر كوندشن مين فهذا أول كوندشن مكتوب عنه عند مين زي هزاي البنفيكاس نحكي من لمدى الاجد طبعا وهذا كان قصدي بالرلي الاسوسياشن مع الجي اي انه درمتاعة السيرباتي فورمس هي زي مرتبطة بالسيلياك ديزيز وهذا والسبب هكينا بالسيلياك ديزيز في عندي اي جي اي انتيبوديز انكرينج فايبر بربط الابي درمية لير مع الدرمس فبالتالي وان البلسترز رح يكون نوحها سب ابي درمية تحت الابي درمية لير اسكوليات تحت الابي درمية لير اسكولياتهم طبعا بمأن نحكي عن سيلياك ديزيز فمن الطبيعي اذا كان البيشن مين تين بلوتين فري دايت رح يصير عندي رح يصير احسن وراح يخلص من هاي الكنديشن طبعا بس انه هذا الغالب المورفولوجي هلا حكينا عن وحكينا كيف انه ال RGG انتيبودي بيكون نتلايك ديستروبيوشن ب بلوس بنفيقوي دي كانو لينيير في الدرماتايتس هر بتيفور مسلاح نراحب انه RGA انتيبودي دي أكميليات على تبس تاعة البابي لاي أوف حكينا انه ديرمال ما بتكون ستريت بتكون عبارة عن بابي لاي فبتيجي هاي ال RGA انتيبودي وتتجمع بقمة أو تبس أو ديرمال بابي لاي فبما انها منحكي رح تتجمع بال تبس فما حتكون لينيير ما حتكون نتلايك رح تكون رح تكون رح تكون زي كأنهم تجمعات كروية ل ال طبعا لما تتجمع معناة الانفلميشن بروسيس رح تصير هناك فرح علاحظ وجود اللي هما تقريبا نيوتروفلز يعني موجودة بهاي المنطقة طبعا بتتكون كفزيكل حكينا كفزيكلز بهاي المناطق بعدا ممكن يتجمعوا ويعملوا البلستر واحدة تمام بس بالحالتين وين موجود البلستر سب ابيدرميل وين بالديرمو ابيدرميل جونكشن لانه هادا التجمع الاجي انتيبوديز رح يعملي سيفريشن بعدا بتكمل بهاي البلستر فورميشن هلا بالنسبة لل بلايك البلستر بسموها زي ما بدكم طبعا هادا بتعتمد على تاعت الكنديشن بس مميني بزيكلز وبتحول بعدين البلستر هلا اللي بيميز عن باقي الكنديشن انهاي بري بروريتك يعني كتير كتير في اتشين يعني ربطوها انه هو عنده حساسية للغلوتن واي حد عنده حساسية طبيعي يكون في عنده اتشين ببلستر بمفغويد حكينا الارياز هما الفلكسر سيرفوس في الدرماتات سيربيتيفورمس الانفولد هما الاكستنسر سيرفوس بهاي الصورة بنشوف الهيستولوجي زي ما حكينا في عندي الدرمال بتكون موجودة طبيعي بعدين بصرفي عندي اكوميليشن للآي جي انتيبودي على التبس فبالتالي بصرفي عندي سيبريشن باكوليزيشن بعدين بلستر فورميشن على التب فورميشن بالنسبة الاميون فلوريسنس بنشوف كيف انه هون يعني بهاي الجهة ما في عندي ديبوزيشن هون في عندي ديبوزيشن لآي جي انتيبودي مش نفس السيفيري مش نفس الكمية فهذا بيحكينا انه كيف انه في عندي granulization أو granules of IJ انتيبودي كفورم of antibodies accumulation وهو عندي gross picture بشوف كيف انه حجمهم small و they involve extensor surfaces كاسماريحاتها الدكتور بيحكينا انه كل بيسترين disorders caused by auto antibodies against a constituent اللو علاقة بالattachment للإبيثيليم سواء كان بالإبيثيليم ما بين بعضها او الباسمنت ممبرين مع الديرمس بيمفيقس حكينا كيف انه في عندي IJ جي انتيبودي تاي تارجت الدزمو جلن اللي موجود بالدزمو زوم اللي بتربط الكيراتي نصايتس مع بعض فبالتالي عندي acantholysis وين بتكون البلستر بتكون سب كورنيل تحت الكورنيم لير في وهي سوبرفيش من البنفيقس والسوبربيزل شفناها بالبنفيقس بلقارس اللي بتكون ديبر يعني وبتكون البلستر ما بين البنفيقس لير والسبينوزم بوليس بمفيقويد في عندي IJG انتيبودي تاي تارجت ال هميدزميزوم بروتين اللي بتربط الديرمس بالإبيديرمس ويكون فعندي سب إبيديرمي البلستر آخر كوندشن اللي هي درماتايتس هرباتيوفورمس اللي هلها علاقة بالسيلياك ديزيز في عندي IGA انتيبودي دي أكمليت على التب سوف ديرم الباب اللاي بعملولي سب إبيديرمي البلستر و طبعا هذا ال IGA انتيبودي عملت كروس ري اكشن هي كانت أقنس ال ولكن هاجمت الموجودة ما بين الإبيديرمي وال ديرمي اللاي و ذات ست إن شاء الله تكون استفدتم من الفيديو كل التوفيق